قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت خطير جداً ويستوجب رداً على مستوى الحدث وأكد نصر الله أن هذه العملية التي وصفها بالانتحارية تمثل العمل العدواني الأول منذ عام 2006 مشيراً إلى أنها خرق لقواعد الاشتباك التي تأسست عقب حرب تموز وأنه لن يسمح بمسار من هذا النوع مهما كلف الأمر وتطرق الأمين العام لحزب الله اللبناني للقصف الجوي الذي استهدف أحد منازل بلدة عقرب في الأراضي السورية قائلاً إن نتنياهو يحرف الحقائق والواقع وأن المنزل المستهدف ليس إيرانياً وتواعد نصر الله إسرائيل بالرد القريب على القصف وشدد على عدم السماح بأي عمل يهدد الأمن والاستقرار في لبنان ودعا إلى موقف وطني موحد بعيداً عن الانقسامات للبدء في المرحلة الجديدة على حد تعبيره ترجمة نانسي قنقر